السلام عليكم النشرة الاقتصادية نقدمها من الميادين ونستهلها كالعادة بالعنوين جولة جديدة من المواجهة بين النقابات والحكومة لزيادة الرواتب في لبنان خسائر اسرائيل الاقتصادية تتنوع والارقام تزداد وضغوط الجبهة الداخلية تشتد الرئيس الايراني يستعرض سياسته الاقتصادية بعد عام من انتخابه وتراجع التضخم من ابرز الانجازات اهلا بكم توصل هيئة التنسيق النقابية في لبنان تحركاتها لاقرار زيادة الرواتب ولا تزال تقاطع تصحيح الامتحانات الرسمية وتعد الهيئة لتظاهرة حاشدة في وسط بيروت يوم الاربعاء للضغط على البرلمان والكتل السياسية المعارضة لزيادة الرواتب عباس الصباغ حلقة جديدة من المواجهة بين النقابات والحكومة اللبنانية لانتزاع زيادة على الرواتب فهيئة التنسيق النقابية نجحت في مقاطعة تصحيح الامتحانات الرسمية واستطاعت ارجاء قرار وزارة التربية اصدار افادات النجاح لنحو مائة الف طالب كرد على مقاطعة التصحيح وزير التربية اعلن الاتفاق مع هيئة التنسيق على ايجاد حل يبعد منح افادات النجاح للطلاب بعدما كان هذا الخيار بديلا عن التصحيح المطالب اللي عم بيطالبوا فيها الاسادزة المحققة والكل المجمع عليها كيف بدنا نقدر نأمنها خاصة انه الافق السياسي منه سهل ومسكر بس بالنتيجة لازم نقدر نعرف والاسادزة وهيئة التنسيق لازم تعرف اذا بدنا ناخد ارار على اي اساس بدنا ناخده انا اررت انه الارار اللي كان مفروض يكون نافذ اليوم ساعة 12 الظهر باصدار الافادات اجلوا تحرك هيئة التنسيق يأتي ضمن سلسلة تحركات بدأت منذ سنوات وتكثفت في الاشهر الاخيرة تخللتها اضرابات وتظاهرات للضغط على الحكومة والبرلمان لاقرار زيادة الرواتب هذه التحركات لم تصل الى نتيجة حتى اليوم ما دفع هيئة التنسيق الى التلويح بالتصعيد للزحف غدا على ساحة رياض الصلح من اجل المطالبة بعقد جلسي للمجلس النيابي من اجل اقرار السلسلة من اجل اقرار الحقوق لحد هلأ هيئة التنسيق انه ابي ما لقيت مين ينزل على المجلس ويقرها الحقوق عدم اقرار زيادة الاجور يكمن في امتناع كتل نيابية عن حضور جلسات تشريعية في ظل الفراغ الرئاسي الذي بدأ في لبنان منذ نحو ثلاثة اشهر اضافة الى اشتراط كتل سياسية زيادة الضرائب بموازاة زيادة الاجور الامر الذي ينظر بالمزيد من التصعيد النقابي في ظل ظروف غير مستقرة امنيا وسياسيا يعيشها لبنان فارق كبير سجلته الصادرات والوريدات السورية في الاشهر السبع الماضية مؤسسة التجارة الخارجية كشفت ان اجمالية قيمة البضائع المستوردة من اكبر عشرة مصدرين بلغت خمسمائة وثمانية واربعين مليار ليرة اما الصادرات فثمانية وخمسون مليار ليرة فقط السعودية جاءت في المرتبة الاولى من حيث الدول الاكثر استيرادا للبضائع السورية تلاها لبنان والاردن اما الاكثر تصديرا فجاءت ايران اولى باستيراد ما قيمته مئتان وثلاثة وخمسون مليار ليرة سورية تلتها اوكرانيا ولبنان داعش يقف التبادل التجاري بين الاردن والعراق هذا ما كشفه رئيس جمعية المصدرين الاردنيين عمر ابو ويشاح الذي اضاف ان صادرات بلاده الى العراق ولسيما اقليم كردستان توقفت بسبب ضربات الجوية الامريكية وتصل قيمة الصادرات الاردنية الى العراق الى نحو مئة مليون دولار شهريا في المتوسط وهي تراجعت بنسبة سبعين في المئة مع بدء الاضطرابات في العراق كشف مراقب الدولة في اسرائيل يوسف شابيرا عن عيوب كثيرة شابت عملية اعداد ميزانية الدولة للعام 2012 وهو ما ادى برأيه الى تفاقم عجز المالية العامة باكثر من المتوقع شابيرا انتقد وزارة المالية بسبب غياب الية للتأكد من التزام الحكومة بالقيود الخاصة بالميزانية المنصوص عليها في القانون واشر المراقب في تقرير نشر الثلاثاء الى ان العجز في ميزانية ذلك العام تجاوز خمسة مليارات شيكل وهو اكثر من ضعفية وقعات وزارة المالية الحرب تستنفذ ميزانية القطاع العام في اسرائيل قرابة مليار دولار صدقت لجنة المالية تابعة للكنيست على تحويلها الى ميزانية الامن على حساب الاعتمادات المقررة لقطاع النقل العام وتطوير منشاءات المياه والاستعدادات لمواجهة هزات ارضية جلسة لجنة المالية في الكنيست شهدت صخبا كبيرا وصدغمات بين اعضائها تفاقمت بعدما اتهمت النائبة عن حزب العمل ستاف شافير رئيس اللجنة بالكذب على الجمهور والعمل على منعها من كشف الحقائق كم بلغت الكلفة الاقتصادية للعضوان الاسرائيلي على غزة سؤال بات يطرحه بقوة داخل المجتمع الاسرائيلي ووسائل اعلامه والاجابة ربما تكون مع الزميل عبدالله ظاهر اليك عبدالله يبدو ان الخسائر كبيرة حقيقة كبيرة جدا وفي قطاعات متعددة نستعرضها في التقرير التالي تفضل شكرا اهلا بكم ليست الصواريخ وحدها ما اوجع الجبهة الداخلية الاسرائيلية نقل المعركة الى الداخل افرز تداعيات اجتماعية ادت الى فقدان الثقة بالاقتصاد التكليف العسكرية السياحة الصناعة الزراعة البطالة العقارات والخطوط الجوية قطاعات تعرضت لخسائر وواجهت تحديات اقتصادية كبيرة خلال العدوان على غزة فماذا في الارقام في الكلفة العسكرية ونفقات العدوان تضربت الارقام بين وزارتين الامن والمالية الاولى اشارت الى كلفة ملياري دولار اما الثانية فكشفت عن مليار دولار ارقام حتمت على وزارة الامن الاسرائيلية المطالبة بزيادة ثلاثة مليارات دولار على ميزانيتها للعام المقبل طلب كهذا يعني رفع ميزانية الامن الى نحو 20 مليار دولار ما يمثل نسبة 17% من مجمل الموازنة العامة السياحة اكثر القطاعات تضررا نحو 50% من سياح فصل الصيف الغوا حجوزاتهم ونحو 300 الف سائح لم يأتوا الى الكيان خلال شهر تموز يوليو الفائت الفنادق بدورها تعرضت لخسائر بلغت 370 مليون دولار شركات الطيران الاسرائيلية وصفت ما حدث هذا الصيف بالكارثة في الطيران الدولي سجل انخفاض في حركة المسافرين بنسبة 50% اما في الطيران الداخلي فانخفض 20% معدلات البطالة سترتفع الى 6.3% مع فقدان العديد من الموظفين لأعمالهم في المؤسسات والقطاعات الاقتصادية الخسائر انسحبت على قطاع الصناعة والارقام تشير الى 3 مليون و430 ألف دولار منها مليون و530 ألف دولار خسائر في منطقة الجنوب والمستوطنات المحيطة بقطاع غزة في الزراعة هناك اضرار مباشرة بقيمة نحو 15 مليون دولار اما غير المباشرة فاكبر بكثير والمزارعون ينتظرون التعوضات المالية اضر العدوان الاسرائيلي باعمال عشرات المقاولين مئات المشاريع العقرية توقفت او جمدت والبعض منها الغي 1300 مشروع عقرية تم التسويق له في اسرائيل شهدت جميعها جمودا حيث انخفض الطلب على عقرات الجنوب مقابل غزة بنسبة 18% في المحصلة ما تخوفت منه اسرائيل حصل تصدعا في الجهبات الداخلية وخوف على المستقبل ليضاف اليها خسائر اقتصادية وفي المجالات كافة شكرا لحس متابعتكم عودة لك الاسار متابعة للنشر الاقتصادية شكرا لك عبدالله قررت شركة اكسشن سبيشاليتي الامريكية لتكرير النفط عدم شراء النفط المتنازع عليه من اقليمه كردستان الشركة اعترفت بان اشترت شحنة واحدة من الخام في حزران يونيو الماضي لكن الامر اثار حفيظة الحكومة المركزية في بغداد وبقرار الامتناع عن شراء النفط الكردي تنضم شركة الامريكية الى لائحة الشركات العالمية التي امتنعت عن شراء النفط المتنازع عليه بعد ليوند البازل الاوكرانية عام على تسلم الشيخ حسن روحاني مقاليد رئاسة الايرانية ركزت خلالها حكومته على ملفي المفاوضات النووية والاقتصاد واليوم يُعقد في طهران مؤتمر بعنوان تبيين سياسات الحكومة الايرانية للخروج من الركود الاقتصادي ويدف المؤتمر الى تشخيص مشكلات ايران الاقتصادية حسن كلاس على امل الخروج باقتصاد بلاده من النفق المظلم الى النور حضر الرئيس الايراني حسن روحاني يرافقه كامل فريقه الاقتصادي بعد عام ونيف على تسلمهم زمام الامور مؤتمرا لعرض سياسات الحكومة الايرانية للخروج من الركود الاقتصادي ثقة واضحة باوضاع اقتصادية افضل يبديها الرئيس الايراني مستندا الى خطواته في السياسة الخارجية لقد اضعفنا اجراءات الحذر وهززنا ركائزه ولن تعود الظروف الى ما كانت عليه نحن جادون في المفاوضات النووية الا انه على العالم ان يفهم ان الفرصة التي اتاحها له الشعب الايراني ليست بلا نهاية وبرامجنا الاقتصادية نرسمها على اساس الظروف الراهنة ارث ثقيل هكذا يصف فريق روحاني الاقتصادي ما خلفته حكومة الرئيس السابق محمود احمد نجاد وبلغة الارقام اقتصاد منكمش يرافقه تضخم عال يصل الى اكثر من 40% وانخفاض قيمة الريال الايراني وتقلص الانتاج بمعدل 10% وتراجع الدخل بمعدل 20% وفقدان نحو نصف مليون شخص وظائفهم اوضاع يقول المعنيون انها تصدرت اهتماماتهم الاولى خطتنا الحالية ليست الوصول الى نمو اقتصادي فنحن نعاني ركود خلال العامين الماضيين خفض الانتاج وانخفض ايضا الدخل القومي ودخل المواطنين نتيجة للعقوبات نحن نسعى الى الخروج من هذا الركود ومن ثم الى التحرك نحو النمو الاقتصادي برغم ذلك تعد الحكومة تدابيرها الاقتصادية والامال هنا كبيرة بتحسن الاوضاع الم تحقق الحكومة حتى الان ما وعدت به نحن اليوم نشهد نتائج ذلك وكما قال السيد الرئيس الروحاني فان خطتنا ترمي الى خفض التضخم الى ما دون العشرة في المئة خلال الاعوام الثلاثة المقبلة امال الحكومة الايرانية باوضاع اقتصادية افضل يشعر بها المواطن مباشرة يمكن ان تتحقق كما تقول بتعزيز الصادرات غير النفطية وترجمة الانفتاح الخارجي اتفاقيات على ارض الواقع من الانكماش الى الثبات سعت حكومة الرئيس حسن الروحاني الى السيطرة على الاوضاع الاقتصادية وهي اليوم ترى ان التحرك نحو نمو اقتصادي امر ممكن في ظل سياسة خارجية منفتحة واقتصاد داخلي مقاوم حاسم كلاس تهران الميادين بهذا نأتي الى ختم النشر للمزيد زر موقعنا الميادين دوت نت السلام عليكم